الزيارات الدبلموسية لا تزال تأجيغ التوتر بين الصين والولايات المتحدة لا سيما فيما يتعلق بتايوان التي تتمسك الصين بتبعيتها لأراضيها زيارة نائب رئيسة تايوان ويليام لاي إلى الولايات المتحدة أثارت غضب بكين حيث توعدت باتخاذ إجراءات حازمة وقوية ردا على زيارة لاي إلى الولايات المتحدة والتي أكدت أنها تراقبها عن كثب ورسميا يستوقف لاي المرشح لانتخابات تايوان الرئاسية العام المقبل في الولايات المتحدة كنقطة عبور في طريقه من وإلى براجوي حيث سيحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب سينتياغو بينيا ودائما ما يعلن لاي صراحة تأييده لاستقلال تايوان وهي القضية التي تجعل الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التفاعل الرسمي بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان وصبق للطبيب الذي طلق تعليمه في جامعة هارفورد وتحول إلى شخصية سياسية أن وصف نفسه بأنه عامل براجماتي من أجل استقلال تايوان حيث شدد مؤخرا في حوار مع قناة تلفزيونية محلية بأن تايوان ليست جزءا من جمهورية الصين الشعبية وقال إن جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية غير تابعتين لبعضهم البعض مستخدما الإسم الرسمي لتايوان وقبيل زيارة المسؤول التايواني للولايات المتحدة نفذ الجيش الصيني توغلات حول مياه وأجواء الجزيرة علما بأن بكين تقوم بهذه العمليات بشكل شبه يومي منذ أكثر من عام إذ ذكرت وزارة الدفاع بأن 33 طائرة حربية صينية وست سفن رصدت في محيط الجزيرة خلال 24 ساعة في توغل وصف بأنه الأكبر من المعتاد